تعرضنا إلى عملية خداع كبيرة أو أنا وياك نعتبر أقل المتضررين أنت تتكلم عن آلاف مؤلفة من الذين ضحوا وجاهدوا وأعطوا الدماء وآلاف المعتقلين والمعتقلات اليوم باوع للواقع كيف هم البعثيين يضحوا إلى أن استلموا الحكم ولكن هل البعث أنصف البعثيين؟ لا أنصف البعثيين ولا أنصف العراق وحتى الإسلاميين مستوى للحكم لا أنصفه الإسلاميين رفاقهم الحقيقيين ولا أنصفه العراق والأخوان الشوعيين فأنت تعرف كل الزين قلت المثل العراقي بكل عزمة للطامة مع كل مرحلة من المراحل هم يجون ويحاولون أن يصالحون النظام الموجود ويعارضوه بطريقة أو بأخرى خلينا الناغم الآخرين لا نريد أن نعاقب أحد الأمة العراقية هي المفهوم الذي يجب أن تربع عليه الأجيال إحنا عدنا مشكلة في الوطنية أستاذ نجم كل إحنا عانينا منها في بعض الأحيان لذلك العراقي ضحي من أجل العراق ولكن نوعا ما هناك ضعف في الوطنية العراقية لما إجت تشرين شنو اللي يميز تشرين عن كل الحركات والانتفاضات اللي صارت في العراق على مدى الأربعين أو الخمسين سنة يعني كل بعض ينظر إلى تشرين فقط مجرد حركة احتجاجية عمرها يعني سنتين أو ثلاثة أو أنه هي غضب على الواقع ولكن في الشيء جمع هذه الحركة اللي سواها مليونية أنه هي الانتفاضة الوحيدة في الخمسين سنة الماضية التي رفع الشعار العراق أولا العراقه بس كل هاي الجموع من الشباب الغاضبة المحبطة اليائسة ما كان عندها ايدلوجية ما حركتها القومية ما حركتها العروبية ما حركتها الإسلامية ما حركتها الماركسية أو الشوعية ما حركتها ايدلوجية عقائدية حركها شي واحد حركها العراق نحن عراقيين ويجب أن نحمي هذا الوطن وأن نعيش به بكرامة هذا المفهوم الوطني ولد حقيقة في تشرين إذن الأجيال مهيئة لإطلاق هذا المصطلح جدا مهيئة والأجيال الواعية الآن والواعدة الموجودة في العراق وأنا أقولها أكثر من مرة هذه الأجيال أكثر فهم وأكثر التساقا بالعراق من أجيالنا إحنا اللي يجي لي وجيه لك إحنا جيل واحد نعتبر نفسنا ناضلنا ونعتبر نفسنا سوينا أشياء في كثير لكن لما نراجع اليوم اللي هم سووا واللي سوينا إحنا احنا كنا مدفوعين بإيدلوجيات حتى لا شعوريا احنا لا شعوريا بس احنا كنا مدفوعين بإيدلوجيات اكثر ما من مدفوعين بإحساس وطني اقدر اقول انا وانت ومن يشبهنا كنا ضحايا المصطلحات نعم احنا بكل بساطة تعرضنا الى عملية خداع كبيرة اواني وياك نعتبر اقل المتضررين انت تتكلم عن الاف مؤلف من الذين ضحوا جاهدوا وعطوا الدماء وعلاف المعتقلين والمعتقلات اليوم باوع للواقع